حدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم الإسباني فيسوس كاساس مطالبه لمعسكر إسود الرافدين المقرر إقامته في إسبانيا خلال شهر يونيو حزيران المقبل ومن المؤمل أن يدخل المنتخب العراقي معسكرا تدريبيا في إسبانيا خلال شهر يونيو حزيران المقبل تتخلله مباراتان وديتان إحداهما أمام كولومبيا في السابع عشر من الشهر ذاته وقالت مصادر في اتحاد الكرة العراقي لموقع العراق إن المدرب خيسوس كاساس طالب من الاتحاد العراقي أن يبدأ معسكر إسود الرافدين في إسبانيا في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل على أن ينتهي في الحادي والعشرين من الشهر ذاته وبينت المصادر أن المدرب كاساس طالب أيضا أن يخوض المنتخب التدريبات على مدار خمسة أيام لأنه يفضل التدريبات على المباريات فيما تم الاتفاق على إقامة مبارات ثانية مع منتخب من أمريكا الجنوبية في عشرين يونيو وأشارت المصادر إلى أن كاساس طالب من الاتحاد العراقي تأمين مباريات على مستوى عالي كون المدرب لا يريد مباريات تجربية مع منتخبات متوسطة المستوى كما كان يحدث في السابق وأن وسائل الإعلام العراقية قد أفادت بأن الاتحاد العراقي لقرة القدم قد اتفق مع نظيره التشيلي لإقامة مبارات ودية بين المنتخبين في إسبانيا بذات المعسكر علي حسين رحيم في تصريح لبرنامج الحكم الرابع بشار رسم وهمام طارق وصفاء هادي لاعبون يستحقون التواجد في المنتخب الوطني وأضاف لم أشاهد أي بصمة للمدرب كاساس مع منتخبنا لحد الآن وبحسب اعتقادي لم يقدم أي إضافة للمنتخب العراقي حاليا ومستقبلا وقال أيضا فلافي مع يونس محمود شخصي وليس رياضيا علاقتي مع الاتحاد الحالي غير جيدة ورفضت العمل كمساعد لمدرب منتخب الناشئين عضو إدارة نادي الكهرباء نعيم صدام لموقع العراق مفاوضات نادي جينة البلجيكي للتعاقد مع اللاعب علي جاسم ما زالت مستمرة تبادلنا الإيميلات الرسمية مع إدارة جينة لنريد الكشف عن كل التفاصيل ننتظر أصول مبعوث النادي البلجيكي لإتمام الصفقة رسميا تخفيف عقوبة اللاعب إبراهيم بايش بحرمانه عشرة مباريات فقط مع غرامة نالية قدرها عشرون مليون دينار بدلا من عقوبة السنتين حيث قال إبراهيم بايش إيقافي عشرة مباريات لا يكفي لماذا هذا الضل هذه الغرامة سوف تذهب إلى الحرامية في لجنة الانضباق ترجمة نانسي قنقر